ازمة اقتصادية ومعيشية وانسانية يعيشها اصحاب حقول الدواجن في محافظة واسط نتيجة انهيار قيمة الدينار والسمرار تذبذب اسعار السرف وارتفاع كلف الانتاج وهم اضطر العديد الى اغلاق حقولهم بعد تكبدهم خسائر كبيرة اليوم قطاعنا يشتغل 20% القطاع 20% وكل الشركات دا ما خسرت كل واحد مليارين ثلاثة انا من ضمنها ملاحة شجاك الله وكيلك خسراني بالمليارين هاي الشركة بصفنة العلاقية خسرت لها بالاربع مليارات كل الشركات قعدت حقيقة قطاع الدواجن شهد انهيار كبير من صارت الازمة الاوكرانية وصعد الدولار صار دعم حكومة ماكو فكل شي غلاء اليوم طبقة البيض وصلت 7000 دينار والشركات مدى تربح لانه الاعلاف مقابيلها كلش صعدت يعني غالية مقارنة قبل قطاع الدواجن الذي بات ينهار تحت وطأة الاسيراد والتهريف فضلا عن غياب الدعم الحكومية تسريح مئات العاملين في الحقول كانت احدى اثاره السلبية وهو ما ولد مشكلة جديدة تسببت بزيادة عدد العاطلين عن العمل هسا قعدنا ابو الشركة وين اروح وين اروح 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 اسلب مثلا وين اروح انا هسا عندي خمس جهال خمس جهال وقعد بالاجار بالشارة مئتين وخمسة زيان مين ينطين مئتين وخمسة اذا اقعد اعيش عائلتي ادفع اجار هنه شنت انا اخذت 300 و 400 الف قالت قعدون زيانا على الله وذن ال 400 هسان وين اروح هي ازمة اقتصادية في العراق القت بضلالها على مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الدواج بسبب سوء ادارة الحكومات المتعاقبة للملف الاقتصادي رغم امكانية ضمان اكتفاء البلاد من المنتجات الحيوانية المصنعة محليا فيما لو انها لاقت اهتماما جادا فان ذلك سيوفر مبالغ مالية كبيرة ترفض الدولة وخزينتها المثقلة بالديون اشتركوا في القناة